ماتت 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 وماتت من قال انت تضربكوها يا حمره والله اسمع واحد افتح بمه ولا تقولوا بالشم ولا تقولوا بالشم اخفو الشم اخفو الشم خلاص خلاص اخفو الشم تمام يا ابطال عشان انتو رجال بالبيت وانتو كلكوا انذال بعد ان اصدر اوامره لابنائه بقتلها يحاول والد الضحية اصباح اخفاء ملامح جريمة القتل والادعاء بان الطفلة ماتت جراء شنق نفسها في غرفتها اصباح يحيى مهدي طفلة في السادسة عشرة من عمرها من منطقة حراز بمحافظة صنعا تعرضت للتعذيب والقتل في منتصف فبراير الماضي من قبل ثلاثة من اخوتها بتعليمات من ابيهم المغترب في السعودية على خلفية ما يدعون انها قضية شرف وزعمهم بان لها تواصلا مع احد ابناء المنطقة تفاصيل الجريمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان انتشرت صور تظهر ارغام اخوة اصباح لها بتجرع السم واخرى تظهر تعرضها لعمليات ضرب وتعذيب بشعة طوال شهر كامل قبل وفاتها بحسب المعلومات جمال يحياء احمد يحمهدي اقول الشهيدة اصباح يحياء احمد يحمهدي تمام ادلكم على القضية بالشكل التفصيلي الاختي قتلت ظلمان وعدوانا ليست قضية شرف كما ادعي البعض او كما فهم البعض الموضوع بشكل مغلوب وقضية ليست قضية شرف الموضوع ما فيه ان اختنا هذه ارادت ان تطلع عندي انا واخي صنعة لانها كانت عايشة عندهم تحت التعذيب يعذبونها وحطينها خدامة لزوجاتهم احرموها من حقوبها احرموها من مدرسة يعذبونها ليل ونهار هذا جمال مهدي شقيق الضحية اصباح يتحدث عن تفاصيل الجريمة التي ارتكبها والده واخوته بعد ان تمكن من رؤية شقيقته وهي ميتة وعلى جسدها اثار الضرب والتعذيب حيث قام هو واهالي المنطقة بابلاغ الجهات الامنية التي قامت بتشريح الجثة وعمل محضر بالجريمة في امر من ابوهم لو يحيى احمد يحيى مهدي ومتواجد حين في مكة وهارب من العدالة ولدينا الادلة والاثباتات متواجدة فقتلوها وعذبوها وعذروها واحرموها من الاكل والشرب لمدة نصف شهر واذا تعذب يرى كثيرون بان طفلة اصباح ليست ضحية والدها واخوتها فحسب بل هي ضحية المجتمع ايضا بدرجة اساسية فالقانون اليمني مثلا لا يقيم القصاص بحق الجاني اذا كان ابا او اخا كما حدث مع سميح الاسد التي قتلها شقيقها داخل قاعة المحكمة بصنعاء عام الفين وثمانية عشر ليخرج بعدها حرا طليقا بعد عفو والده عنه وحوادث اخرى تكشف حجم الخلل في التشريعات اليمنية الكثير من العادات السيئة ونصوص الموروث لا تزال تكرس الظلمة وتوفر مبررات الارتكاب الجريمة في المجتمع دون مراعاة لقيم العدالة وحقوق الانسان لتبقى حقوق النساء اليمنيات على وجه الخصوص طي الكتمان تحت لافتة الشرف والعار